الزقائل العزاء مساء الأنوار مساء السرور مساء المساء على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا من مسئة الله لهذا المساء من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بأنوان عتب شديد اللهجة إلى عشائرنا الكريمة أخواننا العزاء العفون يعني أريدكم تشوفون الموضوع وبعدين تحكمون عليه شاهدوا الموضوع وبعدين أنطوا آراءكم وقلونا شنو الحل الحل يعني الحل أن ننهي هاي الظاهرة شلون ننهيها يعني شلون ننهيها من العراق أنا ما قدر أنا مرة قلت قلت طياد حل وأريد يعني من الأخوة المشاهدين والمشتركين أن ينطونا حل خلين نناقشها ونشوفها يعني هذا الرمي أنتوا اللي دا ترموه وين يوقع خلي أحسي لكم هاي الحتوتة صغيرة وبعدين أنتوا هم أيضا حكمهم بالتسعة وسبعين أو بالتلاثة وسبعين ما دلما لعبنا مع إيران وفاز العراق بالكأس ضد إيران أكو شخص بمدينة الحرية الثانية عنده ست بنات وولد الولد ما لشاب يعني يطلع عمره 8 سنين 9 سنين بهالعمر هذا أو أقل شوية واقف بباب الحوش وصار الرمي صار الرمي ما للأطلاقات من فاز الفريق العراقي ونزلت لك رصاصة على رأس هذا الطفل وكتلته وخلت الأب يدقه ويلطم والبنات الستة خواته وأمه وقرائبه والمنطقة كلها الحرية الثانية كلها قامت تدقه وتلطم على رأسه يعني طلعته شيئ ولا تقول ملك من الملوك كده يموت ما حد يشيع مثل هاي شيء المنطقة كلها طلعت لأنت عرفة لهذا الرجل العطار أبو التكان رجل طيب وأخلاق عالية وعنده ست بنات وما عنده بس الولد ويموت وشايلة بيدة شايلة بيدة ويبشي وأمه تبت يعني وضعية مطبعية حسا احنا نقول لهاي العشائر الكريمة انتوا عمي العشائر الكريمة انتوا نفسكم الآن اللي تطلعون وترمون هذا الرمي ما لكم وين يروح وين يروح الرمي لما نشايلين بي كيسيات وشايلين كلاشين كوفات وشايلين كل أنواع الأسلحة انت من ترمي ما راح يوقع على بشر شنو وين يوقع يعني الله يشكفه يعني الله خال إيدة سبعان وتعالى ويشكفه للرصاص وما يخلي ينزل وراح ينزل على سيارات الناس راح ينزل على البيوت راح ينزل على النساء على الحوامل على الكبار بالسين على الأطفال بالشارع شنو انتو الله ده يقولكم لا ترمون المرجعية تقولكم لا ترمون فالحة بالعنبه يقولكم لا ترمون جبارة بالشربة يقولكم لا ترمون حج زبالة يقولكم لا ترمون شوق البنشارشي يقولكم لا ترمون كعك السيد يقولكم لا ترمون زين مهداها الداوي المطيارشي يقولكم لا ترمون زين من وبعد كل الدنيا ده تقولكم لا ترمون لا ترمون لا ترمون شنو انتو ما تخافون هاي رجولة هاي مو رجولة كأن ما تكون العشيرة تدون ليش مو رجولة لأن ما شفناكم بحكم هدام بزمن صدام ما شفناكم وطلعون هيت وطرمون إسلاع لو شايفيكم بزمن صدام الطلعون وبزمن عبد السلام وبعبد الرحمن والبكر وترمون نقولي والله ذول أبطال هاي العشيرة وغير عشيرة وغير عشيرة اللي بميسان وبذيقار وبالسماوة وبالديوانية وما أدري وين بكل فرات الأوسط والجنوب والمنطقة الغربية نقول والله ذول أبطال من ذلك الزمان يرمون وما يخافون إلى هسه ولكن شفناكم ما ترمون شفناكم غير شكل ماري دحش عليكم شفناكم مو قد همو زلم كان يسوق بيكم سوق للجبهات سوق يسوق بيكم للجبهات ياخذكم هسه مو الدولة ونظام ديمقراطي والحمد الله والشكور المذهب والناس ودي حكومنا واحد من عدنا وبينا خلنحشيها بالمسميات واحد من الجنوب استلزموا يعني وين شتيت تصرون شتت يعني يلا أنت رميت رميت بوفاة الشيخ فلان وفلان وفلان أو زوجتي فلان أو فلان يعني شنو راح ترجع خلي عقلك براسك أولا خسرت عتادك الشيء ثاني خسرت خسرت شخصيتك شخصيتك بأنك أنت إنسان ما ملتزم أنت إنسان ما محترم لو كنت محترم كانت تحترم القوانين القوانين المدنية والقوانين الإلهية أنت متمثلون المرجعية مو المرجعية دا تقول مو دا تقول المرجعية لترمون فالح أبو العنبو مو يقول لترمون زين تشوق البايسيكلشي مو يقول لترمون لك والله خزيتونا والله عايب عليكم والله العظيم ما تستحون وما يفيدوا ياكم العين ولغاتي غير القوة ما يفيدوا ياكم لو أكو برزان ووطبان وسبعاوي وعلي حسن مجيد وحسين كامل وتمير الشيخلي أكو رجال يطلع يشيل يشيل بكيسي يسعد مساكم أصدقائي تسامحونا على الإطالة وتسامحونا على بعض الكلمات ونقول لكم مع ألف سلامة وعاش العراق